في عدة عوامل لازم ناخدها بعين الاعتبار لما نيجي نرتب البيانات أو المعلومات اللي عنا أول إشي لازم نقرأ ونفهم المعلومات اللي عنا بطريقة كتير منيحة تاني إشي لازم نفكر بالترتيب اللي بدنا نعرض فيه المعلومات وآخر إشي نحدد المعلومات اللي رح يقرأها المستخدم أو القارئ من البداية وحتى النهاية زي ما شفنا مع بعض بالمقابلات بخصوص تصميم الجريدز أو الشبكات في قواعد أو نصائح معينة لازم نتبعها لما نبني شبكتنا أو الجريد تبعتنا أول إشي ضروري نركز على تسلسل القراءة يعني المستخدم أو القارئ كيف رح يمشي بتسلسل معين لما يقرأ المعلومة تاني إشي علينا نجمع المعلومات المرتبطة ببعض بمكان واحد يعني إذا عم بحكي عن موضوع معين بهاي المكان على المساحة التصميم ما أرجع أكرره بمكان تاني نجمعهم بمكان واحد ضروري نحدد حجم التصميم النهائي وطبيعته عشان نشتغل على أساسه ويكون أقرب للواقع من التصميم لحين عرض للمستخدم أو للقارئ ويكون مشابه للفكرة اللي برصنا حلو نجرب طرق تانية من استخدام الشبكات أو الجريدز نكون جريئين بإنه ما نظلنا نستعمل خطوط أفقية وعرضية بس ضروري ناخد هذا القرار بعد ما نكون رتبنا المعلومات وعرفنا إذا بزبط معاها يكون نظامها معقد أو بسيط وبرضو لما نكون تمكننا من مهارات التصميم على البرنامج اللي عم نستخدمه ضروري كمان نستغل المساحة اللي معانا كاملة ما نخلي اللي بنسميه بمجال التصميم أو مساحة فاضية ما إلها داعي استغلال المساحة كلها بيساعدنا نخلق تسلسل بصري زي ما حكينا بيساعد القارئ أو المستخدم أنه يتنقل من معلومة لمعلومة بطريقة مريحة ضروري نخلق نوع من التناسق أو التناغم بين الصور اللي عم نستعملها والنص المربوط فيها وهذه القرارات بناخدها قبل ما نبني الجريد أو الشبكة تبعتنا يفضل دائما أنه نبني أو نرسم الجريدز على الورق بنسميه بعالم التصميم السكتشز قبل ما ننتقل على البرامج التصميمية عشان تضربوا حالكم تبنوا شبكات أو جريدز ناجحة بنصحكم ترجعوا لأعمال مصممين شفتوها على الإنترنت أو في الكتب وحاولوا حللوها فكروا بالشبكات أو الجريدز اللي بنوها ورتبوا المعلومات عليها قبل ما وصلوا للتصميم النهائي اللي أنتوا شايفينه وآخر نصيحة بنصحكم تجربوا أكتر من طريقة ترسموا فيها الشبكة أو الجريد جربوا على ورق واستشيروا زملائكم أو أصدقائكم أو أهلكم عن رأيهم اشتركوا في القناة